بدأ وزراء الدفاع وضباط عسكريون كبار في دول غربية عدة اجتماعات بدعوة من الولايات المتحدة لبحث سبول دعم أوكرانيا عسكريا ويتصدر جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية غربي ألمانيا مطالب كييف بتوفير دبابات قتال قوية هذا وطلبت الولايات المتحدة حليفتها ألمانيا بإرسال دباباتها القتالية من طراز ليوبارد 2 لمساعدة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية لكن برلين ترفض التحرك الأحادي وتصر على أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع حلفائها في حلف النيتو